اهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج العدد الاخير كما عودناكم نتصفح اهم الجراد الاسرائيلية والفلسطينية والدولية يرفقن فيها دير جولة الخبير في شؤون الشرق الاوسط خميسة بالعافية اهلا بكم اليكم العنوين من الصحف الاسرائيلية صحيفة معاليف المستوطنات لا تخلوا بالقانون الدولي ومن صحيفة يدعوت احرنوت التحريض تعدى الخطة الاخمر ومن الصحف الفلسطينية الايام نواب تونسيون يطالبون بسن قانون يجرم التطبيع مع اسرائيل ومن الصحف العربية صحيفة الجمهورية اللبنانية تصعيد في اليوم التشريعي ومن الصحف العالمية صحيفة تشاينا ديلي الحكومة المحلية في هونغ كونغ تحث المتطرفين على الاستسلام اذا نبدأ مع الصحف الاسرائيلية ومن صحيفة معاليف العنوان الاول المستوطنات لا تخلوا بالقانون الدولي وايضا صحيفة اسرائيل هايوم تحدثت عن الموضوع بعنوان يقول تصريح بومبيو ثورة سياسية ضخمة وايضا في صحيفة دعوت احرنوت على نفس الموضوع ختم كوشر أي الحلال اليهودي أو الحلال اليهودي للمستوطنات أستاذ خميس أبو العافية إذن يعني تأتي هذا التصريح أيضا في توقيت غريب نوعا ما وأيضا له قيمة كبيرة بالنسبة للإنسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أرسل بعض التلمحات أن وزير خارجياته مايك بومبيو سيلقي تصريحا يعني يعتبر غير مسبوك مما اجتذب اهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية وقام بومبيو بالتصريح بتصريح يعني مثير للجدل قال بأن المستوطنات لا تخل بالقانون الدولي وقال في ناية المطاف لإسقاط الواجب وكأن الأمور حول المستوطنات سوف تسوى في إطار مفاوضات ما بين إسرائيل والفلسطيني على فكرة في هذا يناقد قرار كان قد اتخذ في البيت الأبيض الأمريكي من قبل الرئيس الأسبق جيمي كارتر عام 1978 جاء في القرار بأن المستوطنات هي تعتبر منافية للقانون الدولي وهي أكبر حجر عثر لأمام الانطلاق العملية التفاوضية دمالي رئيس الأسبق باراك أوباما كان هذا الحجر العصر بين إسرائيل والفلسطين ولكن دونالد ترامب هو يعني يحاول أن ينقذ صديقه أو حليفه اليميني المتشدد بين يمينة تانيهم من خلال إغضاق عليه الهدايا يعني على حساب شعب آخر أولا رأينا بأن الجولان هو الإعلان عن الجولان بأن هدرة الجولان ليست محتلة بل هي إسرائيلية إلى المعركة الانتخابية قبل الأخيرة نعم وجاء وقال فيما بعد بأن القدس هي عاصمة إسرائيل الأزلية ناسيا بأن هناك شعب آخر يدعي وبقوة بأن يستحق له أيضا حيز من القدس واليوم يعني كما يقال بالعامية مسكو الختام وكان بإطلاق مسكو الختام يعني قابق أوسين أنا أقصد عندما أطلق تصريحه المثير لجدل وفور الإعلان عن هذا التصريح الغريب نوعا ما بسبب توقيته وجوهري ومضموني سارع الاتحاد الأوروبي إبداء ليس فقط إبداء تحفظه إنما معارضته الشديدة لهذا التصريح هناك من يقول بأن تصريح دونالد ترامب جاء على خلفية قرار التخز في أوروبا الأسبوع الماضي بوسم المنتجات الاستطانية بأنها غير قابلة للمداولة في الاتحاد الأوروبي وكأنه يعني هو يرد عليهم الصعصعين ما أود أن أقوله بأنه هذا يعتبر نصرا قويا لليمين ولكن هناك مصطلح يقال يعني يقول هذا المصطلح أمر مبكياتك لا أمر مضحقاتك يعني دونالد ترامب يعني يطلق لنفسه العنام بإغضاق الهدايا على بن يمين نتنياه وفي نهاية المطاف أنا أعتقد بأنه يضر في مصالح إسرائيل الاستراتيجية للأمد البعيد لأننا نحن نعرف بأن هذا يسدل السطار نهائيا على أي ثغرة لإمكانية التفاوض أو سلامة بين الشعب الفلسطيني المجاور لإسرائيل وأنا أود أن أقول هناك يعني الشعر للشعر التوفيق زياد الراحل يقول من يسلب حقا بالقتال كيف يحمي حقه يوما إذا الميزان مال لذا يقل محقا أن هذا لا يصب في مصالح إسرائيل الاستراتيجية ولكن ممكن أن يكون يصب في مصالح نتنياهو الشخصية أكيد أكيد يصب في مصالح أريد أن ننتقل إلى الجرادة التالية صحيفة إسرائيل هايوم أيضا عند حدث عن الموضوع وقالت هدية لإسرائيل وأيضا من صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية طبعا الرد من هناك الرئاسة إعلام بومبيو اعتبار المستوطنات لا تخالف القانون الدولي باطل ومرفوض ومدان في نفس الوقت يعني أنا أقول لك أريد أن صحح شيئا هو ليس هدية لإسرائيل بل هو هدية لمعسكر اليمين المتشدد برئاسة بن يمين نتنياهو هو هدية لبن يمين نتنياهو الذي يصارع اليوم بكل قوة من أجل بقائه السياسي سواء من خلال اعتماد الطرق الملتوية بغية الإبقاء في سدة الحكم ونحن على مشارف إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية حول موقفه تجاه تقديم أو عدم تقديم لوائح الديام ضد بن يمين نتنياهو بتهمة أو بشبهة تلقي رشاو من هنا هذه تعتبر هدية واليوم أصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل في المجتمع الإسرائيلي هذا الشيء بالنسبة لن يمين نتنياهو أستاذ خميس لأنه يضغط على جنس من جهة أخرى في كل قضية عدم إقامة حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية وهذا ما تحدثت عنها أيضا في صحيفة إسرائيل هنا التقييم تصريح الولايات المتحدة سيصعب على جنس هي طبعا إسرائيل الموالية لحكومة نتنياهو تريد أن تتحدث عن هذا الموضوع وكل قضية الضغط على جنس الآن هي فعلا نعم تصف في مصاب بالضغوطات التي تمارس عليك حولفان ولكن نقطة مهمة جدا حتى بني جنس قام وسرع إلى المباركة على هذا الإعلان الأمريكي هذا لا يعني بأن جنس يتبنى ضمنيا بأن كل المستوطنات هي ويقول بأن هذه المستوطنات الموقف قحولفان هو كالآتي المستوطنات يجب أن تخضع لمفوضات ما بين إسرائيل وفلسطيني وسوف تحسم أو يحسم هذا الملف في إطار المفوضات ما بين الطرفين لذلك حتى يتم ذلك فهو ليس منافيا للقانون الدولي السلطة الوطنية الفلسطينية من عبر أبواقها الرسمية وغير الرسمية سارعت إلى رفض هذا الإعلان رفضا قاطعا وقالت مصادر مقربة من الرئيس محمود عباس قالت بأن هذا يعني يعتبر المسمار في تبوت أو نعش الوساطة الأمريكية هي فقدت شرعيتها قوسيت محتمل ما بين الطرفين نعود الآن إلى الوضع السياسي الصعب في إسرائيل هنا من صحيفة يدعوت أحرنوت اليوم الأخير العنوان طبعا مع صور ليبرمان جانس ونتانياهو وأيضا من صحيفة معاريف يذهب حتى النهاية هذا ما يكتب وأيضا من صحيفة آرت فقط ليس بيبي الشعار الذي نسمعه دائما من قبل اليمين وكانهم يعني يقولون اليسار ليس لديه أي خطة استراتيجية فقط هم لا يريدون أن يكون بيبي نتانياهو رئيسا للحكومة الأحداث الأخيرة التي شهدناها منذ أكثر من أسبوع مما نشك فيه يعني لعبت دورا محوريا لصالح اليمين متشدد لا سيما بين يمين نتانياهو خاصة على خلفية موقف القائمة المشتركة حيال ما حدث من سجال في القتال أو المجابهة ما بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي التصريحات التي نسبت للقائمة المشتركة بوقف العدوان على قطاع غزة دون تطرق إلى ما يحدث في المدن الجانوبية هذا الموقف زادت تيم بيلا وعقد الأمور لمعسكر اليسار وسط يسار برئاسة بني جانس ولكن هو سهل الأمور لبنيمين نتانياهو الذي يقال بأن زادت فرص أو احتمالات قدراتها على تشكيل حكومة مقلصة في حال رفض بني جانس المقترح الرئيس روبي ريفلين الذي اقترح بأن يتم المحاصصة أو مقاسمة السلطة ما بين الطرفين سنتان وسنتان إلا نتانياهو يسر على أن يكون الأول بني جانس يسره على أن يكون الأول حديثا عن القائمة المشتركة وأنواب العرب نتحدث هنا عن ما يعتبر تحريض كبير من قبل رئيس الوزراء بني مينتانياهو على المواطنين العرب وعلى أنواب العرب بالتحديد هنا من صحيفة دعوت أحرونوت العنوان الكبير التحريض قطع خط أحمر أو تعدى الخط الأحمر وهنا طبعا يتحدثون عن كل ما يحدث في الأيام الأخيرة على خلفية إمكانية واحتمال إقامة حكومة أقلية مع دعم القائمة المشتركة أنا تبعت عبر التلفاز تصريح الرئيس الوزراء بني مينتانياهو والذي كان تحريديا إلى أقصى الحدود اتجاهه وضد الوجود العربي عبر القائمة المشتركة قد أنا لا أحب أحب أن يقول أنهم يعني يريدون أن يدمروا الدولة يقول بأن الشراكة مع القائمة المشتركة هي يعني خطر كياني أو كارثة كيانية لدولة إسرائيل ولكن في فقرات نفسي يدرك بأن هذا الأمر هو كارثة كيانية لمستقبل بني مينتانياهو التحريد كان تحريدا سافرا أدى إلى حدوث القشعريرة في نقوس العقلاء من الشعب في إسرائيل الذين قالوا ما هذا إلى أي حد من التحريد توصلنا نحن بني مينتانياهو لم يستخلص العبرة من تحريدي على رئيس الوزراء الأسبق إسحاق ربينا الذي أدى في نهاية الأمور بدأنا نرى على الشبكة حتى يعني نفس الصور التي كانت يعني تلبس وكأنها رابين الكوفية وتلبس رابين يعني أيضا الزيء الرسمي للنازية نرىها الآن لجانز نرىها الآن لأيمن عودي لأحمد الطيبي وهذا أمر طبعا هذا سبعد أن يقوم متطرف متشدد لقاطر أحد النواب الحرب وحين على بني مينتانياهو أن لا يدعي بأنه لا كان يقصد ولا يعرف هذا تحزير وسافر أربعون بالمعمل السعليون يؤمنون بذلك لحياة عضائي كنست العرام وننهي مع الاقتصاد ومن صحفات معاريف هنا الدولار مستمر بالانهيار في نهاية الأمور يعني المستوردون يقولون بأننا ندفع لقاء من المنتجات بالشكل ونبيعها لقاء الضلار والضلار يعني مستمر بالهبوط وهذا يؤثر عليهم سلبا اقتصاديا لذلك هما قاموا بإطلاق صرخة مدوية بغية النيل أو الحصول على مساعدة من قبل الحكومة ولكن نحن نعرف أن الحكومة اليوم هي حكومة مؤقتة منشغلة في ضمان استمراريتها وكيانها برئاسة بني من الصوفة الإسرائيلية ننتقل إلى الفلسطينية ومن صحفة الأيام الفلسطينية العنوان هنا نواب تونسيون يطالبون بسن قانون يجرموا التطبيع مع إسرائيل وهذا طبعا أعتقد أيام بعد تعيين الرئيس الجديد الذي فعلا دائما كان يتحدث عن التطبيع مع إسرائيل وكان يعتبره حتى خيانة للدولة هو قال في خضام مناظرة مع منافسه القراوي حينها قال بأنه لا يعتبر بأن التطبيع مع إسرائيل على أنه تطبيع ممنوع إنما هو خير أخلاقي إنما خيانة عظمة واليوم النواب أو البرلمان التونسي يعني ينفذ توجيهات أو إحاءة الرئيس التونسي التي ترفض التطبيع مع إسرائيل من خلال سن قانون يحضر يحضر عفوا يحضر ويمنع التطبيع بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل صحيفة الجمهورية هنا تصعيد في اليوم التشريعي والحديث عن لبنان اللبنان على شفاء انهار اقتصاديا هناك مبادرات بغية إنقاذ الموقف هناك استشارات ومدولات إلى أن على ما يبدو وفق هذا العنوان الشعب أو المحتجين يرفضون رفضا قاطعا المساومة يريد رحيل كل من يتهمه الشعب على أنه ومن كان قريبا من السلطة أو يعتبر رمزا من رموز الفساد في الدولة بلاد الأرز نعم إذن يعني الأوضاع ليست بسهلة في لبنان هنا ننتقل إلى الصحيفة التالية طريق الشعب الانتفاضة الشعبية تكسب رهان الوقت وتدخل يومها الخمسين بزخم احتجاجي غير مسبوق نحن نعرف بأن العراق تشهد تشهد يعني موجة احتجاجات أدت إلى مقتل أكثر من 200 محتج بين إيران القوات قوات النظام أو قوات الشرطة والعسكر والجيش العراقي مما أدى إلى هيجان نوع من الهيجان وفورة غضب في الشارع العراقي في الشارع العراقي هناك محاولات لاحتواء الأزمة والامتصاص الغضب ونالك أيضا اتهامات لإيران كما يعني هي تقف وراء السياسة الصارمة التي تعتمدها أو يعتمدها النظام ضد المحتجين المحتجون يطالبون برحيل كل القوى الغريبة من العراق وذلك في إشارة إلى إيران إيران لا يمكن أن تتنازل عن العراق لموقع الاستراتيجي بالنسبة لإيران وعلى فكرة ونالك يقال بأن يوجد جنرالات كبار في الحرس الثوري الإيراني متوجدين على أرض الواقع في العراق في محاولة منهم منهم لاحتواء الأزمة ومنع استفحالها العراق يبحث عن يعني لا يريد حكومة سنية ولا شيعية في نهاية الأمر هو يعني ما رأيناه من اللافتات أنه يريد حكومة علمانية ننتقل إلى صحيفة الثورة اليمنية طبعا نتحدث عن العنوان عدن مسرح لمعارك دموية بين مرتزقة السعودية والإمارات نحن نعرف بأن في الوقت الذي يدور الحديث عن وجود نوع من الوقف نزيف الدم أو الهدنة ما بين قوة تحالف برئاسة السعودية ومجموعات حوثية في الجنوب في جنوب البلاد تشير وتؤكد وسائل الإعلام اليمنية أنه في هذا الوقت تستمر المعارك في عدن ما بين مجموعات مرتزقة تابعة للأطراف الأطراف الحلفاء أو نعم الحلفاء ما يعني بأن رغم الحديث عن مساعي لي يعني وقد الظرف الأمني ويعني التوصل إلى هدنة إلى أن هناك المعارك مستمرة ما يعني بأن المتحدثين عن الهدنة موجودون في واد والمقاتلون موجودون في واد آخر صحيفة السياسية الكويتية والحديث طبعا عن إيران شعب إيران يسترد الثورة من العراق ولبنان البظاهرات في إيران يعني في تصعيد ويعني هناك طبعا من يشجع ذلك هناك من لا يشجع على فكرة يعني هذه العنوان واضح يقول وكأن أن تم يعني تم يعني المظاهرات في اللبنان وفي العراق أدت نوعا ما حفزت الجمهور الإيراني إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج ضد الحكومة أو ضد النظام في هناك ولكن النظام هناك يتهم بالأعداء من وصفهم بالأعداء بالأعداء بتحريك هؤلاء المحتاجين الذين يحاولون أن يخدموا أجندة خارجية تصب بومبيو يهنأ ويبارك الشعب الإيراني ويقول له بأن نحن ندعمكم وهناك مواقف خارجية يقال بأن تدعم المحتاجين النظام الإيراني يعني مصر على أن يتم قمع المحتاجين الذين وفق دعائه يخدمون أجندة الأعداء ومن هنا ننتخل إلى الصحف العالمية لدينا صحيفتين نبدأ مع صحيفة شاينة ديلي الصينية الحكومة المحلية في هونغ كونغ تحث المتطرفين على الاستسلام وذلك في إشارة إلى أن كل من خرج للإحتجاج في مسيرات ضد التأثير الصيني على هونغ كونغ وصنع القرار في هونغ كونغ وكأن الحاكمة في هونغ كونغ هي تؤتمر بأوامر بكين هؤلاء المحتاجون وصفوا من النظام في هونغ كونغ على أنهم متطرفون وطالبتهم وتطالبهم بالاستسلام الفوري قبل فوات الأوان إذن طبعا تستمر المنظارات ليس فقط إيران عراق لبنان وأيضا في هونغ كونغ في كل العالم وهنا ننهي مع هذه الصحيفة والعنوان هل سيواجه دوك المحكمة الأمريكية نحن نعرف بأن نجل الملكة إليزابيت أندرو متهم أو مشتبه به بأنه كان على علاقة وطيدة بجيفري أبستين الميدياردير الأمريكي الذي أقدم على الانتحار لالتفاف الحبل حول عنقه بتهمة ممارسة الجنس مع صغيرات الذي غير مسموح بذلك بحسب القانون الأمريكي والدولي هناك شاهد تقول بإصرار على أن أندرو تواجد في إحدى الحفلات وقام بممارسة العلاقة الحميمة أو الجنسية معها وهي تحت القانون ما يعني يجرمه القانون البريطاني وباقي القوانين في العالم هو أدل بالتصريحات وحوار مع تلفزة بريطانية ليلة أمس الأول وقال بالحرف الواحد أنا لا أعرف هذه السيدة إنما هي تحاول أن تتهمني زورا أنا صحيح كنت على علاقة بأبستين ولكن هذا يعني بأنني قمت بما هو يعني منافع للقانون وحاول أنه دافع عن نفسي إلى أن على ما يبدو هذا الملف يؤرق مضاجع قصر بيكينغ هام ويؤرق مضاجع العائلة المالكة ويسبب لها الكثير من ألم الرأس ووجع الرأس لأن الشعب في بريطانيا يبدي اهتماما بالغا في هذا الملف ويعتبره يعني الملف الذي فعلا أربك قصر بيكينغ هام شكرا لك خميسة بالعافية لتوجدك معنا وبهذا نصل لختام حلقة أخرى من عدل الأخير نلقاكم غدا مع صحف وعنوين جديدة